مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من فضلك لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك هنتكلم النهاردة عن فنانة كانت بتجمع كل الألقاب كل ألقاب الجمال كانت بتاعتها الجمال بقى جمال الروح كمان كانت بتتميز به لأن قليها قصص مع محمد فوزي قد تكون هي الوحيدة اللي فضلت مع الفنان محمد فوزي في محنته الأخيرة تعالوا النهاردة نتعرف على كريمة فاتنة المعادي أصولها أصول شركسية الاسم الكامل ليها كريمة عبدالله عبدالرحمن القسطة اتولدت في 1 يناير سنة 1938 اتخرجت في مدرسة نوتر دام الزتون مدرسة راقية وفتاة راقية من عائلة أرستقراطية وبتجمع الجمال الظاهري اللي هو جمال الوش وبتجمع كمان بجمال الروح المهم أن هي في مرة من المرات كده دخلت مسابقة ملكات الجمال بتاعت مصر والحقيقة أن ملكات الجمال في مصر يعني كان عندنا الناس في مصر سبقين في عمل المسابقة بتاعت ملكات الجمال سنة 1955 طلعت هي ملكة جمال مصر عندنا زمان كانت فيه مسابقات كتيرة جدا ليها علاقة بالفاتنات يعني هنلاقي ملكة القطن المصري هي الفنانة الراحلة اللي النهاردة يمر سنة على وفاتها الفنانة الرجاء الجداوي وكانوا بيقول أو كان بعض الناس بتقول يعني أن هي ملكة جمال القطر المصري وده مصحيح هي ملكة جمال القطن المصري وكانت مسابقة كبيرة بتنافس فيها جميلات كثيرات وفازت بيها الفنانة رجاء جداوي وقتها المهم نرجع لكريمة فاتنة المعادي كانت بتحب الفنان محمد فوزي وهي صغيرة كان بالنسبة لها هو فارس أحلامها كانت بتخرج من مدرستها علشان تجيب الصور بتاعته وتعلق الصور بتاعته في الغرفة بتاعتها احنا زمان واحنا صغيرين كده كنا نحب نجيب الصور بتاعت الفنانين ونعلقها على الحيطان ما بقتش الفكرة دي موجودة خالص دلوقتي ما حدش بقى يعلق صورة النجم المفضلة ليه على الحيطة يمكن بسبب الموبايل صورة النجم اللي اللي واحد بيحبه بقى على الموبايل مش عارف شاركوني تجاربكو يعني المهم هي كانت بتحبه بتعلق الصور بتاعته على الحيطة وبتعشقه حتى بعد ما تجوز الفنانة مديحة يوسري المهم تمر الايام مع كريمة في حياة كريمة وتتجوز من طيار مدني من عائلة ثرية بيجبرها جدا في السن أجبر منها بكتير وعادت معاها في المعادي وقت طويل يعني ولقبت بفاتنة المعادي المهم لما عادت في المعادي قدرت ان هي تتعرف بصناع الفن وصناع الفن شافوا جمالها قدي هي بنت جميلة وقدي الناس حبينها شكلها لطيف دماء خفيف وحبين يعني ان هي تظهر في الأفلام خصوصا ان زمان كان الجمال هو عنصر الظهور على الشاشة وبالمناسبة مش شرط ان الفنانة تكون جميلة علشان تقدر تحقق نجومية يمكن شهرة فاتنة المعادي النهاردة مش علشان الأفلام اللي هي شركت فيها ولكن يمكن علشان قصتها وقصة وفاها مع الفنان محمد فوزي أول أشهر فيلم شركت فيه كان فيلم حلاء السيدات مع عبد السلام النابولسي اتعرض سنة 1961 وكان من بطولة عبد السلام النابولسي هو الفيلم الوحيد اللي لعب بطولته وحقول لكم ليه وكان معاه صديقه إسماعيل ياسين وأخرجه المخرج فطير عبدالوهابة كان من بطولة عبد السلام النابولسي لأنه كان المنتج ولعب فيه الدور البطولة وكان إسماعيل ياسين الله عليه يعني هو ما قالش لا أنا ملعبش دور تاني ولا أكون أنا سنيد البطل لا أم مع صديقه عبدالسلام النابولسي الفيلم ده وللأسف الفيلم ده ما نجحش خالص وكان بالنسبة لعبدالسلام النابولسي مشكلة كبيرة إنه هو صرف فلوس على الفيلم ده ولم يحقق النجاح فاتنت المعادي كانت شاركة في الفيلم ده ولو أنت عايز تفتكرها بدور يعني هتفتكرها في الفيلم ده بعدها فترة عرض عليها الملحم بليغ حمدي إن هي تغني ويسجل صوتها على الصوانة علشان الجمهور وهم في صلاة العرض بتاعة السينما يسمعوا صوتها في وقت الاستراحة يعني المهم هي فرحت بالموضوع ده جدا كمان صوتها حلوة الله وأكبر يعني المهم دخل عليها بليغ حمدي مش لوحده كان معا الفنان محمد فوزي وده أكيد خلى فاتنة المعادي كريمة اللطيفة تحس يعني إن الدنيا إيه بتحقق أمنيتها واحدة ورد تانية خصوصا يعني إن هي كانت علاقتها مع زوجها الأولاني قد تكون انتهت خلاص وبعديها فترة اعترف ليها محمد فوزي بحبه ليها ارتبط بيها رسميا واتفقوا إن هي تعتزل الفن نهائيا وتعتزل شهرتها الفنية وكمان لقبها فاتنة المعادي وعلشان تتفرغ له وأصبح محمد فوزي كل الحياة بالنسبة لها الصديق والزوج والأب والأخ وكل حاجة في الدنيا للفنانة كريمة ويمكن من الحاجات بقى اللطيفة في سيرتها وأنا بقولت لكم إن هي فتاة جميلة من جوا من بره أثناء فرترت مرضه بعد التأميم بتاع الاستوانات بتاعته الشهير أيام الثورة بتاعت 23 يوليو أمموا الاستوانات بتاعت شركة الاستوانات كانت تسمعها مصرفون وده تسبب في أزمة كبيرة نفسية للفنان محمد فوزي سفرت معا لندن والأمريكا وتلقى العلاج هناك وتعلمت مخصوص فنون التمريض علشان تعالج مرضه المرض بتاعه كان مرض نادر وما كانش ليه علاج وسموه باسمه سموه بمرض محمد فوزي كانت هي الممرضة اللي بترعاه وكانت هي الزوجة اللي بتشاركوا أماله وألامه وكانت هي السند اللي بيسند عليها محمد فوزي وكانت تتمنى أن يوم من الأيام محمد فوزي يشفى ويرجع تاني لجمهوره وليها من الحاجات الحلوة اللي عملتها أن محمد فوزي كان على طول زعلان أثناء فترة مرضه في لندن لأنه هو سافر عدة دول ومكتئب جدا ومداء جدا والموضوع كان صعب جدا بالنسبة له نفسيته سيئة جدا فاتفقت مع فتاة إنجليزية أن هي تروح للمستشفى مقابل مبلغ من المال وتقول له أنا بحبك يا محمد يا فوزي وبحب أغنيك وانت إنسان جميل والموضوع فعلا دخل على الفنان محمد فوزي الله يرحمه وحب جدا اللفتة الطيبة دي من الفتاة الإنجليزية وقال للكريمة تصوري أن أنا ليا معجبين في لندن أنا لازم أخد بالي من شكلي طبعا وقتلها في موبايل ولا حاجة فالفنان لو هو في إنجلترا من العرب مش هيعرفوه قوي يعني فكان قاعد براحته ده طويلة يمكن مش مركز جدا مع موضوع الاهتمام بشكله علشان هو في فترة علاج وطبعا فترة اكتئاب بسبب تأمين الشركة بتاعته فعلا لا لا أنا لازم بقى أهتم بنفسي ولازم الناس تشوفني دايما بصورة حلوة طلامة نالية جوة إنجلترا معجبين والحقيقة كمان أني كان ليها موقف تاني لأن سنة 1962 كان هو عنده حصوة في المرارة وكان دايما يتهرب من الوضوع ده ويقول لها لا أنا مش هعمل عملية الخصوة مش هشير للحصوة يعني واتفقت كريمة مع الدكتور إنه هو يجي يدي له حقنة منومة ويخدوه على المستشفى علشان يعمل العملية علشان ما يحسش بأي حاجة وما يخافشه في نفس الوقت تحافظ على جزهة وصحته يعني ولو إن ده عطاقت شرعا خرام إنه أنت تاخد حد توديه غزبا عنه ويعمل عملية عطاقت شرعا لا يعني ولولي في التعليقات برضو المهم من الصفات الحميدة كمان فيها إنه هي بعد وفاة الفنان محمد فوزي رفضت أبدا إنه هي تتجوز أبدا غيره برغم إنه هي كانت جميلة وشابة ولسه سنها صغير وما قدرتش وما لقيتش حد يملى في حياتها الفراغ السابو محمد فوزي في حياتها حقيقة إنه هي كريمة في أخلاقها وكريمة في جمالها وكريمة في طباعها وتستحق إنه إحنا النهاردة ندعي لها بالرحمة إذا كانت توفت لأنه مش معروف توفت ولا لا ما قدرتش عارف يعني ولو لسه عايشة ربنا يديها الصحة حلقة النهاردة خلاص خلصت أما أنا فأنا سعيد إن أنا كنت معاكم النهاردة شكرا لكم أشوفكم على خير في حلقة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة